الحق يقال يوجد الكثير من المحللين والأعضاء في الاتحاد العراقي لكرة القدم يحاولون الإطاحة بعدنان درجال والسبب في ذلك هو النجاحات التي تحققت على يد درجال ما قام به عدنان درجال ليس بالسهل على السماسرة مما جعلهم يقودون المؤتمرات ضده عدنان درجال أول أعماله هو رفع الحظر عن الملاعب العراقية في بداية الأمر كان رفع الحظر جزئيا أما اليوم أصبح كليا إضافة إلى ذلك حصل على استضافة كأس الخليج والذي أبهر العالم في التنظيم والافتتاح وكذلك استضافة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما واستطاع من التتويج باللقب عمل دور نجوم العراق بملاعب جيدة جدا إضافة إلى جودة الملاعب والتصوير والنقل التلفزيوني يضاف إلى ذلك برنامج تقنية الفيديو وبحسب المطالب الجماهيرية الذي طلبوا بتواجد الحكم الأجنبي وعدنان درجال قام باستدعاء عدد كبير من الحكام الأجانب داخل دوري نجوم العراق ما يريدون من عدنان درجال بعد كل هذه الإنجازات والتطورات وأمور كثيرة لم يتم ذكرها خاص لموقع المستديرة الرياضية حكام أجانب لقيادة مباراة للنجف والقوة الجوية على ملعب النجف الدولي واو زاخو والشرطة على ملعب زاخو يوم الأربعاء المقبلة ضن بطولة كأس العراق خبر وفاة دانيل ألفيشي وانتحاره داخل السجن من أكثر الأخبار المتداولة في البرازيل عدة حسابات في البرازيل تؤكد خبر وفاة اللاعب دانيل ألفيشي داخل السجن على أنه قام بعملية الانتحار نادي الميناء وفي بيان رسمي الصافر العراقية فقدت حياديتها مع الميناء ونحن على يقين بأن هناك تعمد واضح وتقصد من الاتحاد العراقي ولجنة الحكام باستقطاب حكام دون المستوى لقيادة مباريات نادي الميناء نطالب بحكام دوليين ومن خارج العراق لقيادة مبارياتنا في المستقبل الحكم الدولي السابق كاظ معودة في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا الأندية العراقية ستندم لأنها طالبت بالاستعانة بحكام أجانب بدلا من المحليين سيتم تحجيم الحكم العراقي ولن يكون لدى العراق حكم مونديالي بهذه الطريقة حكام تقنية الفيديو العراقيون يتحملون الأخطاء في دوري نجوم العراق لأنهم غير مؤهلين فنيا يجب عدم الاستعانة بعدد كبير من الحكام الأجانب في الدوري العراقي حتى لا يغيب الحكم المحلي الدوريات الخليجية أدركت مؤخرا إنها على خطأ عندما أدخلت التحكيم الأجنبي الاتحاد الإسباني لكرة القدم وضح في بيان أنه بحاجة إلى المدرب الإسباني في سوسكاساس مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لفيونت في تصريح صحفي قائلا أنا جدا معجب بالمدرب الإسباني في سوسكاساس وكادره المساعد نحن في المنتخب الإسباني سنكون بحاجتهم التفكير الذي يحمله الإسباني في سوسكاساس يعجبني جدا كاساس سوف يخدم المنتخب الإسباني كمساعد لي أعتقد هذه المهمة سوف يكون سعيد بها في سوسكاساس وبحسب مصادر قريبة من كاساس أكدت أنه إلى غاية الآن المدرب كاساس لم يصله أي بيان بهذا الخصوص وأدلى بقوله لو يقدم لي الاتحاد الإسباني عرض رسمي لقيادة المنتخب سوف أرفض بكل تأكيد أنا لدي عمل مع المنتخب العراقي ووقعت على عرض يمتد إلى أربع سنوات ومن المستحيل أن أترك العراق حظي مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين بنصيحة مهمة من المهاجم العراقي الدولي السابق علي صلاح قبل خوض غمار التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 ونجح أيمن حسينا في احتلال وصفة ترتيب هداف كأس أسيا والتي أقيمت هذا العام في قطر برصيد ست أهداف بالرغم من خروج العراق من دوري 2016 وقال صلاح في تصريح لموقع العراق إن المهاجم أيمن حسين تمكن من تحقيق أرقام لم يتمكن من تحقيقها لاعبون عراقيون سابقون عرفوا بتميزهم وتألقهم في كأس أسيا وصل أيمن حسين إلى ست أهداف وهو أكبر رقم يصل إليه مهاجم عراقي في هذه البطولة وبالتأكيد هذا الرقم صعب ولولا تعرضه لحالة طرد في مباراة الأردن لربما كان سيسجل المزيد من الأهداف في البطولة أيمن حسين المهاجم الأفضل في العراق وأضاف قائلا أود أن أوجه النصيحة لأيمن حسين وأقول له إن ما حدث في كأس أسيا من ظلم تحكيمي وحالة طرد أصبح من الماضي وقد انته استمتع بوقتك وبيومك أنت أفضل مهاجم في العراق وحاليا أنت هداف دوري نجوم العراق وسيأتي وقدك مع المنتخب العراقي وتعود للتألق مجددا بعد انتهاء حرمانك من اللعب أمام الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة وعن وضع المنتخب العراقي تابع صلاح حديثه بالقول المدرب الإسباني خيسوس كاساس يعمل بشكل منتاز جدا المدرب الإسباني صنع فريقا للمستقبل واستقطب عددا من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى لاعب الخبرة الذين سبق لهم أن مثلوا المنتخب العراقي في سنوات عديدة وأكمل كاساس أخذ فكرة كاملة عن لاعب المنتخب العراقي وشارك في بطولات ودية ورسمية والقناعة باللاعبين يجب أن تكون تمة للكثير منهم مبينا أن كاساس يحتاج إلى بعض الإضافات في تشكيلة المنتخب العراقي من خلال إضافة لاعبين لديهم إمكانات بدنية خصوصا في خط الدفاع وأرشار المنتخب العراقي لديه الحظوظ الكاملة في التأهل إلى كأس العالم 2026 مع زيادة مقاعد قرة آسيا أعتقد أن تأهل العراق للمونديال القادم بات ممكنا في ظل هذا البناء للمنتخب العراقي أعتقد أن المنتخب العراقي سيكون فريقا شرسا وقادرا على تمثيل البلد خير تمثيل تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي سبق له وأن تأهل إلى كأس العالم في نسخة عام 1986 وينتلك هدفا وحيدا حمل إمضاء النجم الراحل أحمد راضي في شباك منتخب بلجيكا بدور المجموعات المحلل الرياضي محمد خلف في تصريح صحفي قائلا سبق وصرح كاساس وقال أنني أبني منتخب قادر على التأهل إلى كأس العالم ولم أعدكم بلقب بطولة أمم آسيا وبعد الفوز على اليادان تراجع عن كلامه وقال إننا ننافس على اللقب حقيقة هذا المدرب ليس له ثقة بنفسه ومتقلب لأنه عديم الشخصية ومسيطر عليه من قبل أعضاء في الاتحاد وخاضع للضغوطات وفاشل حتى لا يميز بين اللاعب الجيد من اللاعب الغير جيد وأصبح عبءا ثقيل على بقية أفراد الفريق سوف نواجه منتخبات قوية بالمرحلة الثانية كاساس لا يعبر من التصفيات المؤهلة لكأس العالم يذكر أن كاساس عند الفوز على المنتخب الياباني الذي كان أقوى المنتخبات الأسيوية قال بعد فوزنا على اليابان يمكننا المنافسة على اللقب أما كلام محمد خلف فإنه يتصيد في الماء العكر ترجمة نانسي قنقر